اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا في شوف الصحافة على قناتكم شوف تيفيد بداية الجولة من يومية المساء لعنونات برنامج تجسس يستهدف هواتف المغاربة وفي التفاصيل كشفت تحقيقات دولية جديدة عن تحذيرات من برنامج تجسس استهدف هذه المرة هواتف المغاربة وصرق معطياتهم الشخصية والعديد من البيانات التي كانت توجد على هواتفهم عفوا النقالة مثل محادثات الواتساب ومحتوياته وكذلك الفيسبوك والبيانات والاتصال والرسائل ومختلف محتويات الهاتف بقى التفاصيل يمكنكم تفوها بيومية المساء ماء العينين وكانت في الجحيم عنوان اختارينه لكم مشاهدينا من يومية الأحداث المغربية وفي التفاصيل عرفت دورة المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية نقاشات سرية وعلنية حول قضية حجاب البرلمانية ماء العينين سواء تعلق الأمر بأعضاء الحزب الذين اختاروا الخروج بتصريحات ومواقف بشكل مباشر كما فعل بانكران أو بطريقة أقربة من المباشر كما فعل سعدين العتماني بقى التفاصيل يمكنكم تفوها بيومية الأحداث المغربية وإلى يومية أخبار اليوم العنونات هدم منزل بطفليقة بوجده بحضور قريبته وفي التفاصيل وضعت السلطات بمدينة وجده الحد للجدل الذي رفق قرار هدم منزل عائلة الرئيس الجزائري عبد العزيز بطفليقة بزنقة أشقفان بالمدينة القديمة وانتهى الجدل بهدم المنزل المهدد بالانهيار بعدما أوفدت عائلة الرئيس الجزائري ابنة أخشه للقيام بالإجراءات اللازمة للإشراف على عملية الهدم بقى التفاصيل يمكنكم تفوها بيومية أخبار اليوم بهذا كان وصلا ومشاهدنا لنهايته في الصحافة إلى اللقاء ودمتم فرعات الله اشتركوا في القناة